الملك المفدى الملك المفدى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين للاطلاع عليه وذلك لما يقوم به المسجد من جهود حفيثة تتسق مع ما تعمل مملكة البحرين على تحقيقه في مجال التعايش السلمي والتسامح رأينا هناك عدة نقاط نتفق عليها وعدة نقاط يعني نحاول إن شاء الله ننميها ونحاول إن شاء الله بيحول الله نبقى متواصلين دائما حتى نوسعها على جميع المساجد والله ما رأيناه في الوفد وهو أنه كل يعني عدة أديان في وفد واحد ونحن نعيش مع البحرين من خلال القنوات تلفزيونية وخاصة خطبة الجمعة وأنني أسمعها في كل جمعة خطبة البحرين وأرى يعني الرسالة اللي تأديها يعني مملكة البحرين فيما يخص التعايش وهي مشكورة على ذلك القائمون على مسجد باريس الكبير ثمنوا زيارة الوفد البحريني الذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة الذي استعرض أمامهم تجربة مملكة البحرين في مجال التعايش والتعددية التي تنعم بها المملكة بحضور ممثلين عن مختلف الأديان والطوائف داخل البحرين طبعا باريس لها جهود كبيرة في مجال التعايش السلمي وحرية الأديان نحن موجودين في مسجد باريس استقبلونا بمنتهى الحب والتسامح والمحبة وطبعا إحنا نقلنا لهم الصورة الحية اللي احنا عايشنا في البحرين مملكة البحرين فعلا أرض السلام والمحبة والتعايش السلمي دي حية احنا عايشينها فنقلناها بكل صدق وبكل وضوح مسجد باريس الكبير هذه المؤسسة الدينية الهامة في فرنسا يلعب دورا محوريا في نشر ثقافة التعايش بين مكونات المجتمع الفرنسي المتعددة وذلك من خلال استضافته للزوار والسياح من مختلف مشارب الأرض وتعريفهم على سماحة الدين الإسلامي وما يحمله من مبادئ راسخة ترفض التطرف والعزلة وتدعو للتعايش والتسامح وقبول الآخر مسجد باريس الكبير أول مسجد بني في فرنسا عام 1926 للميلاد وهو الأكبر في العاصمة بنته الدولة الفرنسية ليكون معلما سياحيا وإسلاميا وحضاريا هاما على الطراز الإسلامي القديم يستقطب ألاف الزوار والسياح والمصلين من مختلف الدول والمناطق داخل وخارج فرنسا القائمون على هذا المسجد يتفاعلون بشكل كبير جدا مع المجتمع الفرنسي ليرسموا بذلك صورة حضارية عن التعايش والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات من العاصمة الفرنسية باريس يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون endings ترجمة نانسي قنقر